السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا عبدالله وبركاته شاحنات مرسيد سبينز النهو ده هنتكلم مع بعض في موضوع يهم ناس يام اوي وفي ناس يام اوي بتحتوى في تحديد العطل بالشكل الصحيح خصوصا يعني دخلين على موسم الصيف تمام موضوع وتفاع دواجات الحرارة في الشاحنات او دايما انا كلامي على الشاحنات النقل التقيل او الهيفي ويت ولكن لو طبعت كلامي ده على محركات الديزل بشكل عام هتلاقي نفس نفس الموضوع هو ولكن انا بتكلم على الشاحنات التقيلة ايا كان النوع لان تصميم الشاحنات في الغالب كل واحد بيه في حاجات بسيطة مان سكانيا ونو داف رابا مرسيدس اكتوس البي موديل حديث موديل قديم نفس التفاصيل كلها ولكن انا طبعا يعني انا من عشاء مرسيدس بنز طبعا بفضل مرسيدس بنز عن سيارات يام اوي ان انا تخصصي ومجالي وشغلي في المرسيدس ما شاء الله الحين يعني 23 سنة مرسيدس بسه طبعا فخلينا نخش في الموضوع اول حاجة عندك الرادياتير او الرادياتير او الرادياتير اي ان كان المساهم المبارد تمام حتى في ناس بتقول عليه الافتر كولر تمام اي ان كان المسمى بتاعه الرادياتير عنده مشكلتين مشكلة خارجية ومشكلة داخلية انا حاول اتكلم بسرعة في الفيديو ده شوي عشان فيه تفاصيل يامة ومش عايز اطول عليكو وعايز الملكو اكبر قدر ان الموضوع ده حساس جدا بسم الله المشكلة الخارجية المشكلة الخارجية هي المسام او العش ده تمام نتيجة لعدم التنظيف بتاعه تمام لفترات طويلة ممكن توصل احيانا لسنتين تمام الاتريبة اللي بتطلع من الطريق مع ارائي الشجر مع اي غبار بيعدي مع الوقت بيبتدي يسد المسام دي اللي مفروض اصلا الهو بيعدي منها اللي المراحش افطاء عشان يبرد المية اللي جوه المرسيب بتاعه اللاتاتير تمام فده اول عطل اللاتاتير من بره العطل التاني ان المسام الالمونية دي تمام مفروض السيارات بينزل عليها شبك من قدام او سطار او حماية فيه سيارات ما بيبقاش فيها نتيجة ان انت بتشتغل في محجر او مكان بتحمل منه رمل او المكان اللي انت بتمشي فيها فيها عواصفة رملية دايما فالنتيجة دي قوة ضرب براملة دي بتخلي الالمونية دي تتقصى ففي المسام دي بتتقفل تماما مش من الاتربة من الجسم الالمونية ذات نفسه بيتاكل فبيحصل اهتراء للمسام الالمونية دي ومهما نضفتها مش هتعد هوا خلاص هي هتقفرت تماما لان الجسم الالمونية ذات نفسه بيتاكل في الحالة دي لازم تغيرها داتير جديد لازم تغيرها داتير جديد لان مهما عليكت في السيارة السخنية مش هتنتهي من السيارة لان دايما المروحة شغالة على الجزء السفلي في وديتها اكتر من العلوي تماما وده الجزء اللي بيتم فيه تبريد فلو المسام مقفولة من قدام مش هيحصل تبريد اصلا خلاص ده كده بالنسبة اللي بتغير من بواه من جوه زي ما انت شايف في السوق استخدام المية غير مناسبة تماما او استخدام مية الشعوب العادية او مية الاوبار او اي ان كان المية اللي انت بتستخدمها مية غير مخصصة للمحارجات بيانتج عنها صدى الصدى ده بيصد المؤسير بتاعت اللي ديتها من الداخل تماما وبالتالي لما تيجي تونبط المية بتقلب المية بتبقى حارجة المية بطيئة عن التطبيعي او عن المصممة علي السيارة فبالتالي ما بتلحقش المكينة تتبرد بشكل كويس ولا لو داتيه اصلا بيقدر يبعندو كفاءة تبريد كويسة تمام ده العكس اللي هو بيتسبب في تسخين السيارة انت عندك جزءين عندك الجزء الخريجي تكلمنا عليه هو الجزء الداخلي تمام اللي بعد منه الانتر كولر تمام الانتر كولر ده ما بنتكلمش على وظيفته بنتكلم على مشاكله مشاكله نفس مشاكل الريداتية لو عندك تهريف في السيبريتو او المبخرة زي ما كلمنا في الفيديو بتاع اسباب الدخان لسود هتلاقي رابط التعام موجود تمام في صندوق الوصف هتلاقي ان الزيت بدأ بخار الزيت بدأ يتسرب تدريجي للانتر كولر فبدأ يعيق حركة الهواء انها تخش من الجنب ده وتطلع من الجنب ده بشكل سريع فبالتالي التبريد بتاعه هيقل فبالتالي هيدخل هوا درجة حارضه اعلى من المفروض يخش دي المكينة وكميته اقل فبالتالي هيحصل احتراق غير متكافئ هتبتدي تضغط على المكينة هتبتدي درجة حارضها ترتفع وبرضو لو المسام الالمونيا مسدودة من الخارج من الاتريبة والأوساخ تمام او ذات نفسها المسام الالمونيا والفتحات الالمونيا دي اتهرت او فيها تراء برضو بيمنع تعديد الهواء تمام نفس قصة رديتها بالزبط لازم دولا يكونوا سلكين ومفتوحين طول الوقت عشان يتم تبيده خصوصا في فصل الصيف البلاد اللي فيها درجة حارضة بتوصل او بعين وخمسين زي هنا في الصندوق بيبقى الموضوع صعب جدا تمام ان رديتها من ما يبقاش نظيف طول الوقت تمام طيب تاني ايه تاني مشاكل الانتركولر ايه بس العطل اللي هقولك عليه دلوقتي ده اي كسف اي كسف في جسم الانتركولر او رابلات الخاصة بالانتركولر بيعمل معك ايه بيعمل معك في المطالع او لما تيجي تدرس تيجي تدوس على السيارة عشان عايز سحبة او عايز برة تدوس مسلا تسقط الحرارات غيرها وتدوس عشان تجمع ساحة بيطلع صوت نفس الصوت ده كده بيطلع صوت تهيب كابس هوا قوي جدا تمام وصحب ليه ارتفاع حرارة في نفس اللحزة في نفس اللحزة تلاقي الحرارات غيرت درجة او درجتين مع نفس الدعسة اللي انت دعيسها دي تمام ولو استمريت عليها طبعا درجة حرارة تطلع والصوت هيفضل معك لحد ما تشيلوا يجلك من على دوسة الديزل ده ايا بيبقى اطعف هوابرة بتاعة الانتوكولة يا كس يا كس في الجسم الالمونيوم بتاع الانتوكولة في مكان الموسير او مكان البيوشاو مكان الضغط بتاع هوا التيربو الجسم الجزء اللي في الموسير اللي بيتضغط فيها الهوا بتاع التيربو بيبقى فيها كس فلما تيجي انت دايما تضغط واكتر حاجة يا بان معاك فيها المطالع يعني لما تيجي تطلع تيجي محمل ايا كانت حملتك تحط غيار بطيء بتبتدي تدوس على السيارة بتدي يطلع معاك الصوت مدوي يعني صوت قوي جدا 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 يعني كيانه تهريب هوا بس هوا مش تهريب هوا اول ما تشيلوا يجلك من على الديزل الصوت بينتهي تمام؟ يبقى دا انت اوكلها عندك بلوف الحرارة تمام مستاد ودي المسؤولة عن تنظيم المية الحرارة في المكينة والمية البرده في الارديتر تمام؟ انها بتقلب ما بينهم اعطالها اا 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 فتراضي ان انت بقى لك مرسل حامل سيارة تسليم مغير وطراش انها تفتح وتفتح 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 تول الوقت تمام؟ فخلاص بتبدأ الياي اللي فيها يضعف تمام؟ او يحصل فيها مشكلة في التأكل في الجسم الحديد بتاعها من الفتح والقف فتبتدي انها متقلبش المية الحرارة والبرده ما بين ردده والمكينة بشكله كويس فتبتدي الحرارة ترفع معك اكتر عطلة بيبان للترمستاد وصيارة وقفة مفيش عزب مفيش حاجة ضغط عليها المراحة كويسة حتى لو مشارع المكيف فمفوض لو الترمستاد ستين فتلاقي درجة حرارة عندك خمسة وستين او درجة لو الترمستاد عندك ان انت مركبة خمسة وستين او بلوف الحرارة او الثرمستاد حسب كل واحد بيسميها مفوض الحرارة عندك اا تبقى لو انت موكب خمسة وستين تبقى سبعين لكن وانت واقف لو حياتك ثمانين تسعين والمراحة شغالة ودينيها تمام ووديتها ونضيف اعف ان فيش تقليب مية اعف ان الترمستاد ما بتبدلش المية ما بين وديتها والمكينة وخصوصا وخصوصا وانت واقف تمام طيب العطل التاني للترمستاد العطل التاني للترمستاد ان انت زي اللي قال نافر او بتستخدم مية عادية مية شوب مع الصدى بتاع جسم المكينة السلندر مع السادة اللي بتجمع في وديتها بتجمع لها كمية سادة قويسة قوي محتوم يعني فبتخلي الحركة الحركة اللي سستة بتاعتها ضعيفة جداً واحياناً انا بفكة المستاد بلاقيها مسكت خلاص من السادة ما بتفتحش تاني تمام وصلت انها مسكت ما بتفتحش تاني تمام بقولوا دي عبها وان تواقف وان تواقف من غير ما تمشي ان دايماً يعني زي الموسيدس كله فيه اتنين في المستاد فحان بتفتح واحدة وتقفل واحدة هتلاقي درجة الحركة عندك مسلا انا مركبت المستاد خمسة وستية فانا الطبيعي بتاعي وانا واقف سبعين بتفتح انا سبعين تقلب هلاقي السلقة داخل تسعين خمسة وثمانين وانا واقف طيب فين المشكلة فين وخصوصاً برضو لو الجو برضو مش مش حار لو الجو بارد هتعمل معاك نفس القصة هتعمل معاك نفس المشكلة هتلاقي العربية هي واقفة درجة حركة مش طبيعية تمام وسبتة على درجة حركة عليها وما بتنزلش طبعا انا واقف يعني انا مش ماشي ولا محمل او فاضي تمام يعني انا واقف بس زي ما مجارد مشغلها بتلاقي درجة حركة طلعت على دول وثبتت على درجة حركة عليها تمام يبقى احنا قلنا كده الترمستات طيب هنخش على ترمبة المية ترمبة المية ووزيفتها تقليب المية بشكل مستمر تمام حوالين اجزاء العوالين اجزاء المحرك في السلندر تمام المية بتجيها برده من روديتر تفضل تقلب 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 فيها بشكل مستمر لحد ما ترتفع درجة حركة وتبتل درجة الحركة دي تتنقل الترمستات تدريجي فالترمستات فيها زيبا بيستشعر درجة الحركة دي فيفتح فيقلب المية البرده ياخدها من روديتر يدخلها المكينة والمية الحركة تتبريد طبعا دي ترمستات هي وظيفتها التبديل دي تنعم بترمبط المية بتضغط المية بشكل مستمر طيب في احيانا اه ناس بيحصل لها مشاكل مثلا في المرسيدس مثلا على يعني مثلا كمثال عندك مرسيدس 10 سلندر ومرسيدس 8 سلندر ترمبط المية بتعيدها سيبوعد يعني في الحجب الخارجي ولكن القلبة مختلفة القلبة الداخلية دي تمام مختلفة اه لو في مودلات تانية وينوء او كده بتوكب على بعض بس في اختلاف القلبة انا مش عايفة ولكن انا عايفة المرسيدس تمام فاحيانا الاصلاح حتى اللي بيجي انا شفت انا شفت الناس كزا واحد عمل اصلاح طمبة مية بس كان عنده طمبة مية بتنقط فعمل اصلاح لطمبة المية فجي بعد كده الاسهاب تسخن ما كانتش بتسخن الاول هو ما كانتش فيه مشكلة لطنقيد بس فبتسخن فاخر حاجة عملتها ايه قال لك طمبة المية عملت لها ايه عملت لك صحفك طمبة المية نلاقي فين الطمبة القديمة اهي الطمبة الجديدة اللي انت مركبة حاليا ايه تلاقي القلبة بتاعتها صغيرة او مواحد تقاليب صغيرة فطبعا مش هتقضي الغواط بتاعها تمام ودي حصن اتيام خلاص فخل بالك لما ديكت غيرة طمبة مية اا لو انت بتشتغلك يا صاحب عوبيه او الفني بيشتغلك تأكد ان طمبة المية دي نفس المقاس او مواحة داخلية بتاعتها نفس المقاس بتاعة بتاعة سيارة او نفس الموديل اللي طالع منها فدي حاجة اختلاف المواحة الداخلية تومبت المية ايه العطل التاني من الصدى واستخدام مية غير مخصص الماكينة بتي بتيدي يحصل تآكل في الحوف بتاعة تومبت المية ودايما التآكل بتاع حوف تومبت المية ده بيخلي التأليف في تومبت المية ضعيفة خلي السيارة هي واقفة معاك بتطلع درجة حراريتها طيب زي الترمستات طيب ما انت قلت في الترمستات وهي واقفة بدرجة الحرارة بتطلع تمام اه بس اللي في تومبت المية اول ما تيجي تهمشي وتطلع على السيارة فسوعة التأليب هتزيد فهتلاقي الحرارة نزل يور الترمستات الترمستات بتفضل ثبت الحرارة لان اصلا ما حصلش تأليب لكن هنا في تومبت المية لما تبقى القلابة او مواحة الداخلية تمام فيها تآكل في الحروف بتاعتها وهي واقفة بتعمل تقليب ضعيف لما تيجي تهمشي وتطعس ديزل فسوعة ترمبت المية بتزيد فالتقليب بيزيد فتلاقي الحرارة نزلت عندك شوية مقرابة من الطبيعة بالسباب ده ما توصلش للطبيعة بتاعها لان ترمبت المية مش شغالة بكوالة كويس او بالكفاءة بتاعتها تمام فيه عطلة تاني ان درجة الحرارة مثلا شغلت السيارة الصباح او شغلت السيارة شيت شوية لقيت درجة الحرارة وصلت فل مية وعشرين مية حسب سيارتك مية وثلاثين طيب مش عايف المشكلة منين تمام في الحالة دي لو ما فيه صوت خشانة فترمبت المية ودايما الارديتر ما يوصلكش للحرارة النهائية الترمستات لان هما تنين يندروا ان ما يتوصلك للحرارة النهائية ان هي تجيب اخر الأنبير وخصوصا لو قفت تمام بعد ما مشيت شوية والحرارة طلعت وقفت والحرارة منزلتش تمام الترمبت المية العطلة التاحي بيباني ازاي بيباني اللي انت بتشغل السيارة وقفة ضغط الحرارة اقل الشي في المؤشر عندك تلاتين او ببعين مشيت خمسة كيلو وعشرة كيلو الحرارة صوت مية وعشرين وقفت شوية السيارة شغلنا الحرارة بتنزلش ما بتنزلش ما بتنزلش نهائي تمام يبقى في الغالب تغمبت المية ما فيش تقليب اصلا تمام او التغمستات اللي اتنين مسكوا مع بعض هبقى اضغط الحرارة اللي في المية اللي في المكينة منفصلة عن اللي في وديتها اللي اتنين دولها بيعملوا نفس العطل يا تغمبت المية اللي قلابة داخلية بتاعتها القصيد ودي قبلت نيامة افك تغمبت المية مفيش تنقيد مفيش حاجة مفيش صوت ولكن تفك الخواتيم اللي هي بتاعت المكيف اللي هنهب لك صوتها دي تمام مفهود انت تغمبت المية لو شغلها بتتغطلك في الليين دولا تمام دولا اللي هم خاصين بالمية السخنة بالهيطة بتاع المكيف خلاص مفهود تلاقي ضغط في اللي اللي تحت تمام مفيش اختباء وتغمبت المية بيبقى من المسوعة دي اللي انت شايفها في الصوت اللي انا عمل لك عليها الساهم دي تفك اللي بتاعها وتشغل السيارة مفهود بتلاقي ضغط مية طالع قوي لو عايز تتأكد انتهم بترمية شغالة ولا لا قبل ما تفك تمام ملاقيتش ضغط مية طالع اقعف انتهم بترمية بتاعتك مش شغال لقيت ضغط مية طعيف اقعف انتهم بترمية بتاعتك متأكلة الاختباء ده تعمله قبل ما تفك تهم بترمية تمام طبعا العطل الطبيعي اللي انت تلاقي الصوت خشنة في همان او تلاقي تنقيط من فتحة الفايز بتاعة تغمية المية فده طبعا بينقص المية معاك مع الوقت تمام فلازم تعمل اصلاح لتغمية المية لو الجوم بتاعها او البادي بتاعها سليم تمام او بتغيية تغمية مية كاملة فيه عطل تاني يعني صعب تحديده شوية عايز تركيز شوية في التحديد بتاعه تنك المية او التنك الاضافي بتاع وديتها تمام ايه مشكلته التنك ده مفروض بتطلع فيه الابخيرة تمام تمام بتاعة المية البخار بتاع المية مفروض اللي هو فيه بلفين لتنفيس الستيم او البخار اللي بيطلع من المية وبرضو الهواء اللي بيطلع النتيجة لحرركة تانب الطمان انها بتضغط مية بتضغط مية بتضغط مية بيطلع استيم بسيط تمام مفروض هو مسؤول عن تنسيمه تمام فاحيانا انت بتيجي تفك الغطى بتاع ويديتها بتلاقيه مضغوط مية واحيانا التنكي ده بينفجر من الجنب تمام وخصوصا لو سيكون عندك بتسخن او بتشكل من السخنية بيوصل انه بينفجر طيب اه طيب اعرف منين ان العطل ده في الاربة او ان الاربة فيها مشكلة انا بفتح غطر رديتر بلاقي استيم تمام طبعا بتفتحه تدريجي لحد استيم ما يروح وانت واقف قدام الغطة بتاع الاربة او الغطة التنكي الاضافي المية بتبتدي تطلع تطلع وتقع لوحدها السيارة شغالة بتلاقي المية طلعت لحد ما كان بغطى وبدأت ان تطلع برا لوحدها طيب العطل ده بيبقى دي تلات اسباب واحد اه جزجد اه اه او جوان راس في تهريب بس ده بيبقى نافق قوي جدا يعني بتلاقي المية بتطلع بشط قوي جدا ده رقم واحد رقم اتنين الجزجد او الوجيه او الجوان بتاع ضغط الهوى او مطوئ الهوى او بلاطة مطوئ الهوى او بلاطة الكمبيوسور الجزء اللي بيفصل ان الهوى عن المية تمام الجزء اللي بيفصل الهوى عن المية لان عندك في البلاطة زي ما انت شايف في فتحات مية بتبود الجزء بتاع البلاطة طبعا نتيجة استخدام الصدى عفوا نتيجة استخدام المية اللي بتسبب صدى اللي الفتحات دي بتتاكل اللي هي اه بتاعت المية فتبتدي تمام اه المطوئ الهوى لما ييجي يضغط هوى يبتدي يدخل فيها هوا مضغوط من المطوئ الهوى فيبتدي يمشي في دروة المية يوصل للاربة فوق لما كان الفريز او برضو عندك انبعاج الغطى بتاع المطوئ الهوى ده الليمونيوم برضو تكون السيارة احترت منك قبل جده فيحصل فيه امبعاج فلما ييجي مطوئ الهوى يضغط هوا بشكل سريع يحصل تسريب من الجزجة بتاعه لان هو الغطى ده بيبقى على البلاطة فيحصل تهريب منه فيبتدي يجي لك في الغطى فوق ايه الاختبار اللي انت تعمله عشان اعرف ان العطل ده من مطوئ الهوى او من المكينة او لا تمام اه شفت فتحتين المية دولة اللي داخلين للراس بتفكوهم تمام بتحط مكانهم طبب وتشغل السيارة خمس دقايق كده اعتبر مطوئ الهوى بدون تبريد مية لان فتحتين المية دولة اللي في الراس مسؤولين عن تبريد راس مطوئ الهوى او راس الضغط تمام فاحنا قلنا منفوض اللي هم بيحصل فيهم تهريب طيب انا هلغي المية عنهم واشغل خمس دقايق بلاقي المية اللي بتتنفخ في وديتها عندي قدام وقفت المية اللي بتطلع 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 دي خلاص مبقيتش تطلع تمام فازا العطل هنا فين او المسبب للنفخ فين في الا وده بيسبب التفاع في ضغط الحوا بابا تمام لان انا عرفت عندي المشكلة هنا تاني خلاص عرفت المشكلة عندي في مطوئ الهوى طيب انا لغيت الراس بتاعت الكمبوسر او بتاعت مطوئ الهوى او بتاعت ضغط الهوى ومازال المية بتطلع عندي بتطلع بتطلع او انا واقف انا مش نزلت على طول قدامك جوه وديتها تاني جوه الجوهة التانكي تاني الفايز ده المكتوب والغطى ده بتفكه وتقدر تنظفه تمام في سوسة في سبيرينج وفي بلف من جوه وتقدر تنظفه تمام وتركبه تاني معه لكن انت ازا فتحته ولقيت المية نزلت على طول اعرف ان هو مش بيصور بالابخيرة او ما بيطلعش الاستيم بتاع المية تمام اه اللي بعد منها النقطة اللي بعد منها مؤشر حواة طبعا مؤشر حواة بالنسبة لان اغلبية السيوات ديجيتال دلوقتي تمام ولكن ازا دق يعني في ايه العطال اللي بتحصل دائما في الديجيتال او بتحصل في الدفية او بتحصل في الانجين كونترول انا واحد بالنس قابلتني في الشتاء السيوات الموسيدة سيما بتخش في المية بيحصل حاجة غريبة كده شرطة في الفتفية بتلاقي الحواة انت ماشي الحواة قدامك خمسة وستين سبعين فجأة طلعت مية وعا شوية نزلت خمسة وستين تاني فده مشكلة في الكهربة او مشكلة في الدفية او مشكلة جد في كمبيوتر المكينة انها في نفس اللحظة طلعت مية وعاشين ونزلت ستين تاني تمام او طلعت تسعين ونزلت ستين في نفس اللحظة فدي بيبقى مفيش حواة في المكينة بس مجاود اه مجاود اه التماس في الكهربة او بتعوز تفك الدفية وتنظف المية اللي فيها تمام بالبخاخات المخصصة لها عشان المشكلة دي تروح او سيارتك لو سيارتك مرسيدس عادي او فولفو اديم او من اديم بنظام المؤشر وتلاقي المؤشر بيطلع وينزل بشكل سريع او بيعلق اليوكي لما تخبط عليه اتحرك تمام فده تقدر تروح اي واشا بتفحصه اي واشا اتقربة اه بتفحصه وتتأكد ان المشكلة في الحساس ولا في الجزء بتاع المؤشر نفسه ده بيتغير عادي يعني تمام لاني في ناس يقول لك في المطبط لها المؤشر ونزل وطلع ما هو واحدة هل المشكلة بقى في سلك الاودي بتاعه او حساس المكينة او في المؤشر ونفسه تقدر تروح اي واشا تختبه تمام مخصوصة ان سيارتك ما بتعنيش من نقص ما هي انت شايف صوت المكينة كويس مفيش حواة زايدة طيب في معلومة عايز اقولها لك لأي حد انا مؤشر حواة فصل عندي لأي سبب وانا ماشي بالسيارة انا عايز اعرف التابعين عندي كويس ولا لا خلي السيارة يا شغالة احط ايدك على جزء من تحت الان اعمل لك عليه الساهم ده تمام هتلاقي بارد او لو انت في الصيف ودرقةها عالية هتلاقي دايما درجة حرارته اقل من الجزء اللي فوق ده اللي عليه الساهم الها تمام هتلاقي دايما جزء الى تحت تبريده درجة حرارة جزء اللي تحت بارد من الفوق كده تعرف ان عندك شغاله بشكل كويس ده لو مثلا انتفصل عندك مؤشر الحرارة عايز تمشي الورشة او عايز تمشي مسافة لحد ما ترسل الورشة اي سيارة اي انك يعني كبير وصغير بنزين ديزل اي سيارة بتشغل بنزمر ديتر دايما الجزء اللي تحت اللي شغل عليه المراحة وتبقى دورة حرارته اقل من اللي فوق تمام احنا كده اتكلمنا على المؤشر وتعالى بقى نخش على اوتوماتيك المراحة او الكوبلل او بيتسمى اي تانى هو اوتوماتيك المراحة او الكوبلل في منه عادي وفي منه كهرباء الكهرباء بيبقى فيه مطور بيشتغل بسرعتين سرعة اولى وسرعة تانية في المرسيد الزمن بيجي البروميتر او المعيار بتاع ان هو بيشتغل على سرعة واحد وتسعين عفونا على درجة حرارة تسعين لما درجة حرارة مكينة توصل واحد وتسعين ديبتدي تقوم المراحة وتبتدي تبرد وتنزل حرارة المكينة فيه تقدر تحطها بالكمبيوتر تقدر تخفضها لحد تمانين انها لما درجة حرارة توصل لتمانين تقدر تشغلها تمام فيه ترمبت الماء الكهرباء نفس القصة بتشتغل بالكهرباء مشاكل ترمبت الماء الكهرباء ان الكلاتش ده بيفيه رمان رمان ده دايما بيخشن بيحصل فيه تأكل فبيعمل معك صوت موزعج جدا والكلاتش بيحصل فيه تفويت لما تيجي توامبت الماء تاخد ارضة كهرباء من الكمبيوتر الماكينة انها تشتغل الكلاتش ده بيحصل فيه تفويت ما بيمسكش بشكل كويس وبالتالي توامبت الماء ما بتشتغلش بشكل كويس ودايما انسحك توامبت الماء غيرها لو انت في اسيا او في الشرق الاوسط غير وتربت الماء الكهرباء تمام انها بتتسبب في ارتفاع الحواب بشكل مفاجئ جدا تمام بشكل بشكل قوي جدا في وقت قليل لما بيحصل فيها عطل فما انسحكش انها تفضل موجودة عندك تمام اوكي لو جايب السيواء لسه جديدة ممكن شغل بها سنة سنتين ثلاثة وتخلي الباومي تفضع اوتوماتك المواحد عن طيب سريق يعني توصل اي راشة كهرباء قلوا ان عايز المواحد يبتدي الشغل على ثمانين خلاص اااااااا اااااااااا اح continues to talk about the بتاع الكهرباء ان انت باب احراض تقود بسلت خمسه وتسعين ستة وتسعين ومفيش تبريد تقدر تنزل تبص على المواحد هتلاقي واقفه تمام يبقى كده عندك عطل وفي الغالب بيجيلك اشعارة على الشاشة بتاعت السيواء ان انت عندك الفان فيها او الفان فيها مشكلة فدي الناس اللي عندها مارح كهرباء والافضل والله ان انت متخلقاش عندك يعني النوع التاني العادي او الوتوماتيك او الكوب لنزيبة اختباهه بسيط وهو ايكي في السيارة بتبقى طافل محرك تمام بس قبل ما تطفل محرك وصل درجة حرارة وستين اللي هي درجة الطبعية لان هو بيشتغل بنظام الحرارة يعني كل ما الحرارة تطلع من نواديه طبعا على الجزء اللي قدام اللي عليه السهم ده بيقي فيه زيبق مجرد بيبتدي الكلاتشار بتاعته تمسك تدريج تديجي فسوعيته وتبدأ تزيد فانت مفروض هو تختبه في درجة حرارة طبيعية اللي هي ستين خمسة وستين السيارة بتطفل السيارة وتبدأ تلفه بايدك تلف المراحب بايدك لما تلف المراحب بايدك وتسيبها مفروض اول ما تسيب يدك توقف المراحب تعمل مقاومة لحركة ايدك لكن لو لقيتها بتلف بشكل سريع على الفراضي كده يبقى الوتوماتيك ده كده خلاص انتهى تمام ودايما كل واحد عايف زيارته بيستخدمها تقدر والسيارة شغلة تحط ايدك من السلم بتاع السواق في الموسيدس الاكتوس او في اي سيارة تقدر تحط ايدك وانت قايم من مواحة شوية بس طبعا خليك سيفتي يعني خليك امان وشوف ضغط الهوى ده قوي طالي على ايدك ولا لا بيتبان الوتوماتيك العادي يعني بيبان تمام فده العطل بتاعه بس انت وانت مطفل سيارة الاختبار بتاعه تقدر تلف بايدك بفرود يقاوم ايدك لو ملقيتش مقاومة وليتو سليب بيلف على الفراضي كده يعرف الوتوماتيك ده انتهى من جواه خلاص تمام اه في عطل تاني اه في المطالع في ناس بيقولك انا سيارتي طبيعية وكل حاجة فيها طبيعية ومعمول سوانا لدورة المياه كاملة جميع الاجزاء اللي انت قلتها دي بس انا بيجي لي مشكلة بيجي لي مشكلة في المطالع في المطالع بالذاتة في الكباري اللي هي الطويلة ضغط الحرب بتطلع بشكل سريع بس بعد ما بنزل الكوبي بتنزل تاني هسألك سؤال المكيف انت مشغله لو مشغل المكيف فانصعك يعني لو سمعت الفيديو ده انت بي اخر مرة تشغل المكيف اسناء طلوع المطالع والمصاعد ليه الكمبوسر بتاع المكيف بياخد جزء من عزم المكينة تمام بالاضافة ان الفريون بتاعه بيتم تبريده في رديتر الخاص بالمكيف فين ما كان هو رديتر الخاص بالمكيف ده قدام الانتر كولر يعني الانتر كولر عفوا ان رديتر المكيف الانتر كولر رادياتير فالفريون السخن بيتم تبريده فين في الارديتر فانت لما تبقى مشغل المكيف وطالع ما اطلع السيارة بتضغط عليها فدرجة حريطها بتطلع فالكمبوسر ياخد من العزم فدي اول حاجة تضغط في السيارة فبيخليك تضغط على السيارة اكتر عشان تعود العزم لو اخدوا كمبوسر المكيف ويجي رديتر بتاع المكيف فيه في ريون حار قدام الانتر كولر قدام رديتر فالما راحة تشفت هوا حار تمام فتلاقي المكينة دوقت حريطها خلاص دخلت مية ودايما دايما جميع الناس اللي بتجيلي جات لها مشاكل في طلوع في طلوع المطالع الطويلة او الجبال اللي هي الطويلة او طلوع الكباي المسافاتها طويلة تمام الناس بيبعندها مشاكل في الطلوع بسبب جزء كبير منها المكيف المكيف تمام لازم تدفي المكيف قبل ما تطلع لازم تدفي المكيف قبل ما تطلع والناس اللي عندها جرات اوتوماتيك لازم تستخدم الجير بشكل منول تمام ما تخليش ما تطلقش العنان للجير يعكس مع نفسه يعكس 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 لان دي احيانا بتكسر الجير يعني الناس يام قوي جادل الجير مكسور فين اثناء الطلوع اوتوماتيك لواحده طيب انت طالع الجير تثبت مثلا عندك سيارزة المرسيدس مثلا الاكتوس تمام عندك جير 12 او جير 8 خلينا بنتكلم عن اوتوماتيك الجير ال 12 تمام لازم انت تبقى انت اللي عندك الكنترول ما تخليك جير 8 ما تخليك جير 7 ما تخليك جير 9 حسب حمولتك وحسب المكينة بتاعتك الباور بتاعتك كام اربعة ربعين ستة ربعين تمانية ربعين واحدة ربعين ستة وتلاتين حسب موديل المكينة بتاعتك كام تمام بتخلي الارب ام سبعتاشر تمنتاشر تسعتاشر ما عندكش مشكلة بس جير من والانتر متحكم ستة سبعة شاف السيارة لا والله انا ممكن اديها تمانية وهتبقى مرتاحة انا معايا حملة خفيف معايا عشرة تن لأ انا بحمل تلاتين تن السيارة لازم فيها ستة جير تمام وتطلع تدريجي وعيني على امبير الحرارة لان الجير الوتوماتيك اول ما بتيجي تطلع هو ماشي على اتناشر بدأ مكاومة حداشر عشرة ممكن ينزل ستة فجأة تمام فعشان انت تنزل من جير ستة من جير عشرة لجير ستة مفاجئ تمام دي بتكسر عمود التكسر هو انت شافت او ديكسر تجير من جوا انت بتجيب حمل السيارة كامل مثلا الخمسة ربعين تلو ستة ربعين تلو بصن السيارة على الترس مرة واحدة فما بيتحملش تمام فدي نصيحة للناس اللي عندها جيرات اوتوماتيك لسه ما تكلمناش في الجيرات الاوتوماتيك ومشاكلها تمام لكن انتبه انتبه ان انت تطلع او تنزل منزل بجير اوتوماتيك وانت سايب اوتوماتيك لازم تستخدم المنوع تمام عشان ما طولش عليكم تمام وانا ااسف طبعا اني طولت عليكم دخلنا في 30 دقيقة طيب اه المواحى البلاستيك زت نفسها او مواحد التبريد لو فيها الحوف بتاعتها مكسرة تمام او فيها تآكل في الحوف انتبه لها بتضعف التبريد بتاعتها بتضعف الوظيفة بتاعها بتقوم بتبريد بشكل كامل تمام ما تستهونش لو عندك حوف المواحى مكسرة او فيها اجزاء مكسرة تمام اه عدبة الجاكمان عدبة الجاكمان اه في العضل ده نادي وانها تقول لك اني قابلت وبيحصل له هي علبة جاكمان الاصلية بتاعت السيارة اللي فيها العوازي الحاريه اللي في الداخل تمام وفيها السطوف الزجاجي اه ومثلا اديم 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 بتاعت السيارة احيانا من كتر الاستهلاج وعدم عمل طبعا بتعمل هذه السيارة لانها تطغير يعني علبة جاكمان مفيها السيارة فهتبتدي الاجزاء الداخلية بتاعتها تنهار ومن التاكل فهتبتدي تسد العادم اللي طالع وده العطلة ده يبان معاك بشكل سبيع شغلت السيارة مشيت 10-15 كيلو لقيت دواجة حوارة طرعت فوق جدا والسيارة مكتومة في السحب والعادم الجاكمان كله بده يبقى لونه احمر فدي يعني سهلة جدا معروفة ولكن لو مشيت اطول من كده بتسيح المكينة لان العادم كله بيبقى على البلوف والبساتة طيب اخيرا عشان نخلص من الاطالة اللي انا تولتها عليكم دي خوطوش المية او الهوز بايب او لي المية ده لو مش اصلي بيعمل ايه بيعمل حاجة من الاتنين لو هو في اتجاه الشفت بتاع تغمبة المية تمام فبيتقفل لما يحتوي شوية يتقفل فهي قطع المية عن تغمبة المية فبالتالي ما يحصلش تقليب كويس فبالتالي دوت المية ما تكملش والحوارة ترتفع لو هو اه في اتجاه ضغط لتغمبة المية تمام بيحصل له اه دايما اللي هو اه يتنفخ تمام او يبقى مضغوط طوي كده مضغوط بشكل ازيد من اللازم حسب الموديل اللي بتعصيه ولكن دايما اللي بيحصل في الموسيدس وفي الاكتوس حتى في القلبي انه هو بتبقى نوعيته وديقة بيبقى دايما الخوطوش الكبير اللي فوق ده هو اكتر مشكلة تمام اللي هو اكتر في اللوتاتين الجزء اللي فوقه دايما بيبقى مقفول او مضغوط تمام ومقلل حركة المية او مقلل ضوان المية بشكل طبيعي وخلي بالك ان اللي اللي مش اصلي او الهوز بايب اللي مش اصلي ده مقولوش علاقة بموديل السيارة اي سيارة داكب فيها هوز بايب مش اصلي تمام بيعمل العملية دي وبعدين في حاجة لو حصل عندك ستيم زي ما تكلمنا من كومبوسا او من دوجة غلان المية تمام انها مفيش تقليق كواس او كلام ده اول واحد بينفجر هو اول واحد بيتنفخ زي البلونة بعدين ينفجر تمام اللي ده اللي هو اللي مش اصلي فغاءا ابعد عن اي لاي او هز بايب مش اصلي او مليان صدى من جوه من المية من الصدى ومشقق وكلام ده كله انتبه ولكن دايما اللي مش اصلي هو اللي بيتشفط ويقفل المية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة